زي ما تكلمنا عن السعودية والحفلات وزي ما تكلمنا على تركيا والتبادل التجاري وازايز المية اللي لقناها هناك مع جنود الاحتلال وزي ما تكلمنا عن الأردن وتصدير الطماطم لإسرائيل وزي ما تكلمنا عن الجسر البري اللي بيبدأ من دبي وبيعدي من السعودية وبيوصل لجسر الأردن وفي الآخر بيستقر في المدن والمستوطنات الإسرائيلية زي ما تكلمنا على كل ده الحقيقة سيء الذكر عبدالفتاح السيسي دايما عنده لفل أعلى دايما قادر أنه يبهرنا في كل مرة دايما قادر أنه يلاقي النفسه أماكن فضية في مسبلة التاريخ اللي هو خلاص يعني ممتلئة بقذورات عبدالفتاح السيسي لكن الراجل عنده مقدرة غريبة جدا أنه يوسع شوية قدورات كده وشوية قدورات كده ويلاقي النفسه مكان عشان يتكلم ويرتكب حماقات تكتب مرة أخرى في مسبلة التاريخ إيه الحكاية؟ أربع شهور من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أربع شهور من المقتلة من المجازر من المجاعة من التجويع من التهجير من التدمير من القتل من الاعتقال من البلطجة الإسرائيلية من تهديد الأمن القوم المصري من العبث بالسيادة المصري من كل شيء عايز تتكلم على إسرائيل زي ما أنت عايز الأربع شهور اللي فاتت تجاه غزة وتجاه مصر فيعمل إيه عبد الفتاح السيسي؟ اللي مش قادر يفتح المعبر اللي مش قادر يدخل عربية واحدة من المساعدات من غير إذن إسرائيل اللي مش قادر يستقبل حد من قطاع غزة مصري أو فلسطيني أو أجنبي إلا بإذن إسرائيل اللي بيضبط دلوقتي منطقة عزلة أو منطقة لوجستية الجيش بيعملها عشان سوئين الشاحنات أب فتاح السيسي بيعمل إيه؟ بيروح يعمل صفقة جديدة مع إسرائيل لاستيراد الغاز الإسرائيلي لمدة 11 سنة بداية من 2025 تعالوا نشوف الخبر مع بعد إسرائيل توافق على زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر ورقة ضغط إضافية ده تقرير لأورو نيوز وفقت وزارة الطاقة الإسرائيلية على زيادة الإمدادات لمصر من الغاز الطبيعي بما قدره 4 مليار متر مكعب إضافي سنويا لمدة 11 سنة من المتوقع أن تدخل هذه الاتفاقية اللي أقررتها الوزارة حيز التنفيذ في يوليو 2025 بعد استكمال العمل على توسيع الطاقة الإنتاجية ومد خط أنابيب ثالث من خزان تمار مع اندلاع الحرب الحالية على غزة طلبت وزارة الطاقة الإسرائيلية من شركة شيفرون المشغلة لحقل تمار الواقع على بعد 25 كم من غزة وقف الإنتاج كما قررت وقف تدفق الغاز مؤقتا عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط اللي بيربط مدينة عسقلان الواقعة على بعد 13 كم من شمال غزة بالعريش في شمال سيناء يبقى انت عندك عبدالفتاح السيسي قعد وفكر وخطط ورتب وناقش واستشار وتباحث مع كل الفريق اللي حواليه هنعمل هي يا جماعة فقالوله فخامة الرئيس سيبك من غزة فخامة الرئيس سيبك من رفح فخامة الرئيس سيبك من التهجير فخامة الرخيص تعال نجيب غاز من إسرائيل فده اللي تقال عبدالفتاح السيسي ثلاثة فخامة الرئيس واحدة فخامة الرخيص فراح لإسرائيل عشان يعمل اتفاق غاز معها تعال نشوف تفاصيل أكتر عن هذا الاتفاق حقل تمار بيقع على بعد 25 كم من قطاع غزة توقف عن العمل مؤقتا بعد طفان الأقصى لمدة خمس أسابيع ثم عادة للعمل مرة أخرى حقل تمار بيتمتلك شركة إسرامكو الإسرائيلية بـ 28.7% شيفرون الأمريكية 25% تمار للبترول 16.7% ومبادلة الإماراتية بـ 11% أهارون فرانكل 11% ودورغاز 4% وإفريست 3.5% الحقل ده كان بيصدر لمصر سنويا 2 مليار متر مكعب الشركاء بتوع اللي بيملكوا الحقل قرروا أنهم يصدروا لمصر أو يرفعوا الصادرات بمقدار 4 مليار متر مكعب يعني من يوليو 2025 الحقل ده هيصدر لمصر 6 مليار متر مكعب لمدة 11 سنة الحقل ده مش هو الوحيد اللي هو حقل تمار مش هو الحقل الوحيد اللي بيصدر الغاز الطبيعي لمصر بينما تصدر مصر غازها لأوروبا صفحة الموقف المصري نشرت رأي عن هذه الصفقة بيقول إن لم تستحي فاستورد الغاز من إسرائيل الوسطى المذبحة إمبارح أعلنت شركة شيفرون عملاق النفط والطاقة الأمريكي إنها انتهت من اتفاق مع شركائها في حقل تمار للغاز الطبيعي الخضع لإسرائيل على قرار استثماري نهائي برفع استثماراتهم في الحقل بقيمة 24 مليون دولار إعلان شيفرون وشركائها جي بعد أيام من إعلانهم عن اتفاق جديد مع شركة بلو أوشن انرجي الشركة اللي بتستورد الغاز لمصر باستيراد 4 مليار متر مكعب على مدار 11 سنة بدءا من يوليو 2025 إن لم تستحي فاستورد الغاز من إسرائيل وسط المدبحة ده عنوان الموقف المصري حسان بهجت الصحفي المصري والحقوقي نشر على حسابه على تويتر أيضا إنه مش مسدق تأكيد الخبر الفضيحة من صحيفة الشروق المملوكة لرجل الأعمال المصري أحمد محمد حسنين هيكر رئيس مجموعة القلعة القابضة المالكة لشركة طاقة عربية التي يرأسها خالد أبو بكر مؤسس شركة بلو أوشان الشريك المصري أو الوجهة مع علاء عرفة في صفقة استيراد الغاز من إسرائيل يعني اللفة اللي حسام بهجت إيلها ده تحيي استقصائي كان هو عمله في 2018 الخبر يؤكد توقيع الصفقة الجديدة لزيارة الكمية الموردة من إسرائيل لمصر زيارة مستوى استيراد الغاز الآن تتجاوز كمية ما قبل عدوان غزة الغاز المستورد لتلبية الاستهلاك المحل المصري مع تصدير الفائد يبقى احنا وفقا للكلام فاحنا نستورد غاز من إسرائيل عشان نلبي الاستهلاك المحلي بالمناسبة احنا اصلا كان عندنا اكتفاء ذاتي وكان عندنا كهربا تكفينا لسنين جاية قدام بس النظام قرر انه يصدرها الأوروبا النظام هو اللي قرر في 2022 ان احنا نصدر الغاز بتاعنا الأوروبا وبالتالي ينعكس على محطات الطاقة الكهربائية اللي الغاز كان بيوصلها مش كفاية فبدأنا نخفف أحمال ونقطع الكهرباء على الناس فوصلنا النهاردة لسؤال تحب الكهرباء في رمضان تقطع قبل الفطار ولا بعد فدي الصورة بعيدا عن خيانة النظام اللي رايح يعمل صفقة زي دي مع اسرائيل في عز الحرب يعني ما انا بقولك الراجل بيعرف يلاقي نفسه أماكن فضية لسه في مذابل التاريخ طب ده ايه مبرره يا جماعة ايه مبرر ان انت تروح تستورد غاز من اسرائيل في الوقت ده طب انت بتقول ايه المين يعني تخيل معايا كده لو ان الرسالة دي لاسرائيل فانت عايز تقول لاسرائيل ايه امسكونا من ادنا اللي بتوجعنا اكتر اتحكموا في الغاز عندي اكتر اضغطوا علي في ورقة التهجير وسينا اكتر يعني هل ده قرار له علاقة بالسيادة انت اصلا في مشكلة مع اسرائيل لها علاقة بان انت بتقول عملية رفع خطة احمر والتهجير خطة احمر وانا مش هقبل الفلسطينيين عندي وهم بيقولك لا هتقبل واحنا بنضغط طب خد فلوس فتيجي في اللحظة دي توقع معامل اتفاقية ما هو اما ان انت انسان مغفل مش فاهم واما ان ان انت انسان متواطئ ملهاش ملهاش حل تالت يا انت انسان عبيض بيتحكوا عليك زي ما قلت انا قبل كده يا انت انسان متواطئ معاهم ما هو انت كده بتثبت على نفسك تهمت انهم بيرشوك انهم كده بيدولك عشان كده اقولوا نيوز قالت هل هي ورقة ضغط جديدة لانه بالعقل انت مختلف مع الجماعة دول على حاجة فتقوم تيجي توقع دلوقتي عقد معاهم على 11 سنة هستورد منكو الغاز طيب ايه المقابل هتاخد ايه هيدوك ايه هتديهم ايه ما هو فيه كواليس كتير حوالين الصفقة فانت متواطئ يا اما ان انت انسان فعلا مغفل مش فاهم حاجة زبون لقطة بيتحكوا عليه فدي نقطة النقطة اللي بعد كده لو انت بتوجه الرسالة للفلسطينيين فانت عايز تقول لهم ايه انت بقالك فترة عمال تقول مصر الكبيرة ونحن لن نترككم وامطلع اعلامك يقول لهم اوعى تسيب ارضك اوعى تمشي ولد اسبت روح موت بعيد عني الجيش المصري حلو الجيش الاحتلال روح حربه مش عارف ايه انت قاعد تقول الكلام ده واحمد موسى بيقول الكلام ده والجماعة كلهم اوكي انت عايز تقول لهم ايه دلوقتي يعني انت في عز ده بتقول له انا راح عمل صفقة مع اللي بيقتلك 11 سنة قدام يعني انت لو عايز تثبت للفلسطينيين انك انسان خاين ونظام مجرم مش هتاخد خطوة زي دي يعني انت بالخطوة دي بتهد كل المحاولات البائسة اللي انت شغال فيها بقى لك 4 شهور ان احنا جماعة حلوين احنا اكتر ناس دفعنا عنكو احنا بنحبوكوا قوي مصر وفلسطين حاجة واحدة طيب انت اللوقتي هديت الدنيا على جماغك بقرار زي ده طيب لو انت بتوجه الرسالة للشعب المصري فانت عايز تقول لهم ايه انت بتحاول تقنع المصريين اللي انت قمعهم اللي انت مجوعهم اللي انت مانعهم من المظاهرات اللي انت بتحبس اللي بيتظاهر فيهم عشان فلسطين كويس واللي بيتكلم عنك وبيقول لك اعمل حاجة بتشتمه وبتخونه بتطلعه واسرائيلي وعميل وعدو وخاين وكل الكلام ده تمام تمام انت عايز بقى تقول لكل الناس دي ايه يعني انت لما تاخد قرار زي ده انت منتظر مثلا مني ان انا اطلع اقول لك برافو ولا اقول لك انك خاين وعميل طيب عايز اعلامك اللي هو اصلا بيطبل لك بس محرج يطلع يقول لك ايه على خطوة زي كده طيب عايز الناس اللي جوه الشعب العادي اللي انت كبته وقمعه وانبهدله وقفل المعبر وهو مش طيقك خلقه يقول عنك ايه ففي كل على كل المستويات اللي خد القرار ده يا اما بيورط النظام اكتر يا اما هم مش فارق معاك كل اللي انا قلته لا الشعب المصري ولا الفلسطينيين ولا ايه حاجة خالص هو راجل موظف عند اسرائيل بيأكل عيش قالوله تعالى يا ابني نزود لك الحقل ده الامدالات بتاعته قال امين يعني بيقول على كل المستويات هو ده ده واحد بيثبت ان النظام ده عبارة عن موظفين لدى اسرائيل بس فلا يعول بقى عليهم كتير ولا يعني نتكلم عنهم اكتر من كده الحقيقة فده كان الخبر بتاع انه السيسي سيء الذكر رايح لاسرائيل يشتري منهم غاز لمدة 11 سنة في وسط المتبح